موسيقى نعود إلى الهموم في برنامجنا وإلى المشاكل في برنامجنا وإلى أحوال الناس العسرة والصعبة في برنامجنا وطبعا تحدثنا في الحلقة السابقة عن وقع الصناعة وقلنا كم تعاني الصناعة في سوريا وكم ستعاني الصناعة في سوريا كم يعاني الصناعة في سوريا وكم تعاني الأسر التي تعمل بالصناعة في سوريا والتي من الممكن ليس من باب التنجيم ولا من باب استشراف المستقبل ولا من باب التشاؤم ولكن نقول المقدمات تقود إلى نهايات بالمقدمات الموجودة اليوم وبكل واقعية نقول وتابعنا طبعاً يعني ليس الأمر هو والله وهن عزيمة الشعب لا في مصانع رح تغلق وفي عمال رح يسرحوا في عمال رح يعدوا ببيوتون في بطالة ستزداد كل ذلك بسبب أنه في ظروف صعبة جداً تمر بها الصناعة بالتحديد كما تحدثنا بالحلقة السابقة موضوع الطاقة موضوع الكهرباء ارتفاع أسعار الكهرباء وقلنا كل الاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات والمعارض تبدو أنها بلا فائدة إذا لم تكن تؤدي إلى النتيجة وطبعاً الاجتماعات التي كنا نقصدها الحلقة الماضية هي الاجتماعات عالية المستوى التي يحضرها القطاع الخاص ويحضرها الجانب الحكومي كيف إذن باجتماع تدعو له اتحاد غرف الصناعة وتدعو له غرفة صناعة دمشق ويحضره صناعيون من كل المحافظات ويأتي صناعيون من كل المحافظات إلى دمشق ليحضروا ويناقشوا ويتحدثوا وشو ضمن البيت الواحد طلعنا عم نحكي يعني طلعنا عم نحكي بين بعضنا بين بعضنا يعني الصناعيين بين بعضهم دون حضور أي شخص من الجهات الحكومية دون حضور أي مسؤول من رئاسة مجلس وزراء أو من الحكومة السورية أو حتى وزير الكهرباء اللي هو بالأساس المعني الأساسي بهذا الاجتماع وهو المسؤول الأساسي عن هذا الاجتماع والأساس الاجتماع سببه الأساسي هو الحديث عن الكهرباء وأنه يا جماعة هو ليس ناقوس خطر مثل ما بنحكي بالعادة والله دقوا ناقوس الخطر هو نتجاوز الموضوع ناقوس خطر ناقوس خطر دقة من زمان نحن اليوم عم نحكي عن واقع صعب جدا يعيشه الصناع السوري وستعيشه الصناع السورية الموضوع يتعلق بالكهرباء أنه بهذا الوضع بأسعار الكهرباء وبموضوع الكهرباء ما بقى في صناعة بالمستقبل وبالتالي الموضوع يتجاوز أنه والله روحوا ركبوا طاقة شمسية روحوا ركبوا طاقات بديلة وقلنا الأسبوع الماضي أنه الموضوع هنا يتجاوز القدرة أولاً قدرة المادية ثانياً القدرة التشغيلية يعني عند كتير ناس أنه طاقة بديلة ما بتشغل صناعة صناعة بدها كهرباء وبأسعار الكهرباء الحالي بالأساس الصناعي يعني من سنة نحن أذكر بهذا البرجامج أو حتى من سنتين كنا نتحدث بالصناعة وكنا نقول الصناعة السورية تكاد تخرج من المنافسة من سنتين كنا نحكي هذا الكلام يعني قبل ارتفاعات هائلة بالأسعار وقبل ارتفاعات هائلة بمتطلبات الصناعة ومستلزمات الصناعة في سوريا من سنتين كنا نقول هذا الكلام اليوم أصبح الموضوع أمر واقع نحن خرجنا من المنافسة في الخارج لأنه صار المنتج بكلف وتحدثنا بالأسبوع الماضي عن الداخل أنه الصناعة اليوم لا تناسب الوضع الداخل سوريا لأن المواطن السوري ما مع مصاري يشتري فإذن الصناعة إذا كانت ستتوجه إلى الداخل السوري أيضا لا فائدة منها ولا طائل منها شو اللي عم يصير؟ تجي الناس تجتمع كلنا نقول لي أخي حكوه لا تسكتوا على الأقل أن تتكلم وأن تتحدث وأن تصرخ وأن لا تصمت ولكن حتى الصراخ وحتى رفع الصوت شو الفائدة منه إذا كان بلا نتيجة؟ وما حدا حضر من الجانب الحكومي يعني لسهون المأساة أنه تركوا الصناعيين عم يحكوا بين بعضهم ما حدا يجي على الأقل لا يسمعون وقولون يا جماعة من باب الوعود يا أخي إن شاء الله سننظر بحالكم سنعدكم سنفعل على تنفيذ متطلباتكم ومطالبكم سنفعل شيء يمكن أن يرضيكم بالفترة المقبلة حتى هذه الساة التسويفية التي كنا ننظر إليها من باب أحيانا من باب السخرية أو أحيانا من باب الواقعية حتى هذا التسويف صار كثير من الناس بالجهات الحكومية شايفينه حتى ما في داعي إله أنه أخي هذا الموجود عجبكم عجبكم ما عجبكم نحن هذا الموجود يعني هذا هو الواقع وهذا هو الموجود بمعنى أنه ليس لدينا غير الموجود ليس بالإمكان أفضل مما هو موجود وهذا الحال طبعا الذي يعود بنا إلى الحديث من باب النقاش الناس بيكتبوننا بالتعليقات على برنامجنا يا أخي شو الفائد الكلام ليش عم تحكوا إذا ما أحد عم يرد عليكم ليش عم تحكوا إذا كان كل ما تتحدثون به ما أحد أخذ فيه بعين الاعتبار طيب هل الحل أن يصمت الإعلام هل الحل أن يصمت المعنيون بأي أمر من الأمور مجلس الشعب مثلا أو الصناعيون أو التجار هل الحل أنه يسكتوا لحتى المواطن يرضى وقولوا أنه والله خلص أنه كلامكم ما عم يجيب نتيجة على الأقل أن نتحدث عسى أن يكون هناك شيء أو على الأقل خلينا نعتبره أضعف الإيمان فشت خلق بدي يعتبره فشت خلق خليه اعتبره فشت خلق ما نتحدث به عبر الإعلام عن واقع صعب جدا تعيشه الصناعة وتعيشه التجارة وتعيشه الزراعة في سوريا وكل سبل العيش التي تبدو أنها بنفق مظلم ضيفي لهذه الفقرة الصناعية دكتور فواز أسطاح لبي أهلا ومرحبا فيك أستاذ فواز أهلا ومرحبا اجتمعتم بارح كويس أنه عم نجتمع كويس أنه عم نحكي ما بدي أقول والله أنا هلأ أنه على شو عم تجتمعوا على شو عم تحكوا شو فأت كلامكم إذا كنتوا عم تحكوا بس بين بعضكم يا مرحبا ببعضنا صراحة مبارح الاجتماع كان من جميع المحافظات السورية والوجع كان باين على جميع القطاعات يعني نحن نتمنى مبارح كان وجود حدا من الجانب الحكومي أقل شيء من شركة الكهرباء أو كان سيادة الوزيرة وكان موجود كان نفس مثل ما حضرتك حكيت بالبداية أنه خليه يسمع مشاكل هالناس بصراحة اليوم ارتفاع الكهرباء سكر جميع أكتريت المعامل بلاش تتسكر فواتير كهرباء صارت عم تجي يعني بشكل لا توصل في ناس تلاقيها مو شاغل الشي عم تجيها أرقام يعني مو معقولة فلحنا اليوم بواقع الصناعة بصراحة متما حضرت حضرتك أمين حذر طبعا تعرف أنت تأمين المواد الأولي يوم بالصعوبة قبل ما أحكي بتأمين المواد عن جد في معامل سكرت ولا لا؟ لا في معامل سكرت في معامل سكرت رأيت عن الإنتاج نهائيا أنا بمطالة تفضلون أنت بتعرف أننا نحن ستين مطالة تفضلون أكتريت المعامل هناك بصراحة عم يسكروا وهذا الشي خطر لأنه اليوم أنت عم تسكر معامل عم توقف عمال عم توقف يد عاملة عم أصير عندك بالناس قاعدة بالبطالة وهذا الشي خطر مع أنه بالأساس إذا الناس عم تشتغل يا دوب عم تقدر تعيش فما بالك بالناس عاطلة عن العمل هذا الشي اللي إحنا هلي بخايفين منه بصراحة وإذا يقول الإنسان عاطل للعمل وما لك قدران تأمله معي يشتفه فهو بصراحة اليوم اللي إحنا كمصانع ما عم نحسن نأمن اليوم مصروف معملنا وليس مصروفنا مصروف المعمل نعم فلذلك وجد قصة الكهرباء هلأ زادت المنافسة الخارجية طلعنا منها نهائيا لأنه اليوم سعر الكهرباء بالنسبة لدول الجوار اللي إحنا بنعرف أنه اليوم عانينا عقوبات وبنعرف أن الحكومة عم تشتغل ضمن عقوبات وإحنا محها بس مو أنه كمان لإحنا كمان فوق منا نزيد عليهم للصناعيين يعني ارتفاع اليوم الكهرباء بصراحة نحنا كنا عم ندفع حواري 1200 كانت الأول عم ندفع 800 ارتفع على 1200 اليوم 2400 2400 شو؟ يعني مبلغ صار في قطاعات عم تاخد مننا 35% نسبة الكهرباء بالنسبة لنسبة المئوية بالنسبة للمنتج سعر المنتج هذا الشي طلعنا من المنافسة الخارجية من زمان وحتى السوق الداخلية مثل تفضلت حضرتك وحكيت اليوم بشهر رمضان يقول على البيسي مثلا كل شيء مع عامل اشتغلت ما باعت 30% من منتجاتها بصف ارتفاع قطعة البيسي يعني اليوم قطعة الولادي بالسوق اليوم حقست بيتر سيارة مع أنه المواطن شو بيقلك؟ بيقلك الله لا يوفقني أخيها التجار والصناعيين يعني موتونا بأسعارهم هو دائما بيحطوا اللوم على الصناعي أنه نحن عم نربح عرباحة يا أخي والله عرباحنا معروفة وشغلنا معروف واليوم يعني المواد الأولية تأمينها متما حقيت قبل شوي تأمينها بالوقت للراهن الصعب على العقوبات اللي احنا عم نأمين يعني أنا برأيي اليوم لما يفتح للصناعي مجرات أنه هو أخي يروح يجيب خلوها الصناعي يروح يجيب من بره مواده الأولية والله بيصير شوي وزادت قصة الكهرباء هلأ فأنا يعني كان لازم قبل ما يطلع قرار بيرفع الكهرباء يصير تشاور مع غرفة الصناعة مع الصناعيين أنه نحن يومنا نرفع هالنسبة هي شو مادة تأثيرها على السوق يأضغ القطاع وقطاعه هلأ اليوم النهاية عم يأكلها المواطن هلأ أنا وقت عم يزيد عليه سعر الكهرباء وعم زيد على المواطن يعني بالنهاية ما عد فيه طاقة شرائية بالسوق الناس رأيت سكرت بمعنى الكلمة وإذا ضل هذا الوضع اللي نحن عليه فعلا المحط لأيه لا مصنع شغل كله طريق برات طيب وين اللي بيزعل اللي بيزعل أنه بنذكر نحن أول عودة المصانع في ريف دمشق إلى العمل بعد تحريرها من الإرهاب قديش كنا نحكي أنه قديش الناس تحملت بينفضلون وبغير فضلون قديش الناس تحملت ليروحوا تحت الخطر لحتى يروحوا يشوفوا يشقوا على ورشهم لحتى رجعوا حاولوا يكسوا فيها قدر المستطاع لحتى يأمنوا موضوع الآلات بأقصى الظروف رجعوا الناس ليشغلوا معاملهم ليشغلوا ورشاتهم وكان عندهم أمل أمل كبير أنه يلا بكرة الشغل راح يتحسن واليد العام اللي راح تشتغل والعجلة الإنتاج راح تدور وراح نرجع للنعيم اللي كنا عايشين فيه ما كانوا بيتوقعوا أنه بعد كم سنة بدنا صير نتحسر على هذيك الأيام اللي كانت قبل قبل كم سنة اللي مرحلت ما بعد الإرهاب وما بعد التحرير والله يا سيد ميزار أول ما حرر نمات المنطقة تفضلون أنا كنت من الأوائل اللي حررها والله الجيش العربي السوري كان واقف والساعة 8 بالليل تصلنا بالصناعيين الموجودين بمنطقة معينة أنا طلعوا استلموا معاملكم هلأ لحتى تبلشوا ترمم والله بالليل جمع عدد كبير بعد تأديش الناس كانت محروقة بحاجة أنه تطلع تشتغل يعني اليوم اللي إحنا صناعيين من طول عمرها سوريا معروفة بالصناعة كانت البلد الأول بالعالم بالتصدير كل الدول العربية بتأخذ من سوريا جميع المنتجات حتى بالبلاستيك بالغذائي بأي شي فعلاً لإن لحفة كبيرة من الصناعيين هلين يمدمر مصانعه وعم بيحاول أمن المبالغ لحتى يرجع يرممها وهلي راح يتمكناته وحاول يصلحها ولي راح يتمكناته وحاول يجيب من برا في لحفة كبيرة كانت بس لما بلش العمل وبلشت الناس تحس بالشي القوانين اللي عم تطلع الداخلية هاي بلشت تأثر عليهم شي ورا شي شي بموضوع مثلا المالية شي بموضوع التأمينات شي بموضوع اليوم الكهرباء هذا كله عبق يعني أنا برأيي اليوم اللي بيتركوا الصناعي على راحته هو يستورد يجيب مواده هو الأولية بيصير في منافسة بيصير في سوق منافس أما لما أنا بدي مثلا بيجيهة معينة بموضوع عن طريقة تلخذ عم يسير بكي عنا يعني اليوم أنا دعوه تلتشور مثلا حكينا بقصية المنصة وبعدا منا استنى فهذا الشي صار عبق وكان أنا لحد الآن نحنا من مدينة فضون حوالي 1200 صناعي يقلنا صفر يعني هذا الشي طريع بس اليوم بلش ينزل لأنه ما في الناس عم تشتغل أكترة الناس اليوم اللي عم تجمعوا مصاري عم يدفعوا فواتير كهرباء بصراح يا دوبي اللم غلته يدفع فواتير كهرباء تطلع آخر شي عم تشتغل ببلاش انت أبدا بتاعي حالك بالنهاية سيد نزار أنا بعرف أحد الصناعيين والله يبايع عقار نفكر حاله أنه في أموال بين إيدي وعم يشتغل بيها آخر شي عمل جرد آخر سنة طريع شو صارف حق العقار وخالص الزلمي نفكر حاله أنه عم يشتغل طريع لا الزلمي عم يخسر بس فيه شي بين إيدي عم يحركه فإذا أنا برأيه اليوم الصناعة بدي دعم وهذا شي حكيناه من زمان يعني اليوم لحنا الطاقة البلدية حكيت حضرتك ما منحسن نتوجه على قل الصناعات فيها لحنا مثلا قطار البلاستيك اليوم مستحيل تتركب له طاقة بديلة لحنا اليوم مكانات ضخمة مكانات كبيرة بدي حمايات بدي سخانات ما بيتركب له وبعدين كلفة اليوم أنا هيك مشروع كيف دي موال أنا الطاقة البديلة لو قد تقروض كيف أنا بدي سدد القروض لما بدي سدد المواد الأولية يعني هذا صار عبء كمان بالوقت الحالي فصناعات ممكن الخياطة ممكن التطريز ممكن الأقصاص الصغيرة بشوية كهرباء بتشتغل تشتغل يعني ما اختلفنا بس معامل السيراميك المعامل المكنات الضخمة اللي عم تشوفها شو بدي تشغلها هي طاقة بديلة ما بتشتغل لا طيب إذا بدنا نحكي نحن ألا بوجهة نظر الأخرى وبعين الأخرى وبدنا نحكي بكل حيادية طيب بتشوف أنت ممكن تقول لك يا أخي وزارة الكهرباء أنه طب أنا مين نجيب لك كهرباء يعني أنزل بدي أحكي بواقعية مثلا بحال أو باللسان وزارة الكهرباء وزارة الكهرباء بتقول طب أنا مين نجيب لكم كهرباء مين نجيب لكم كهرباء رخيصة من وين؟ ما الكهرباء عم تكلف تماما هنا أستاذ النزار هنا عم يقولوا أنه في دعم للصناعيين بس أنا هذا الشايف الدعم مموجود نعم يعني أنت اليوم لك تدعم صناعي يعطوا قسم معين من الدعم 25% أو 30% الدعم اليوم للصناعية مو موجود بالكهرباء صحيح لحنا اليوم عم ناخد قطر الدهبي بس لحنا عم ندفع حقه اليوم أنت عم تدفع حقه وثلاث أضعاف عن العادي ما عد في عنا قدرة اليوم أنك أنت تدفع فواتير عالية من الكهرباء اليوم فواتير كتير صارت عالية يعني فعلاً أرقام أرقام صارت أستاذ نيزار وبالنهاية مثل ما تلاقي السوق داخلية ما في وسوق خارجية طالعاً من المنافسة طب كيف نحل هذا الموضوع؟ معنات سوريا وقفت عن الصناعة نحنا اليوم متجهين نواحي تصدق الاستيراد هاتوا بضايع من بره وهذا الشي بيرفع القطع اليوم نحنا متجه على الاستيراد هذا الشي رفع القطع مع ما نصدر مع ما نجنا القطع يعني هذا الشي صار يتنافع حتى أيضاً مع الشعار اللي كان مرفوع من فترة شعار الاكتفاء الزاتي وشعار دعم الصناعة المحلية طب منحنا بالأساس عملنا كل هذا الشي ومنعنا كتير بضائع من الاستيراد مشان شوءاً مشان ندعم صناعتنا المحلية وين نحنا ما نعم ندعم مشان نحنا بس عم نمنع الاستيراد ونسكر على الصناعة المحلية ونغلق عليها تماماً يعني أنا كنت مبارح بتمنى يكون بالاجتماع فيه صاحب قرار أنه ياخد قرار فوراً معقول طيب بس هم اجتماع للصناعيين وصناعيين من كل سوريا خلال وزير الصناعة لا جهة حكومية لا حدا من هيئة التخطيط مثلاً لا حدا من وزارة الكهربا يعني شو هل يعني شو هل ما بعشو دي سميه سميه استهتار سميه لا مبالاة سميه انه والله يعني شو تحت اي عنوان هلا ما ما اقول استهتار ولا شي هلا نحنا بدنا بالنهاية نجتمع مع الناس أنا بتمنى من هلا وراي حياة اجتماعي يصير مع اي صناعي أو اجتماع بغرفة الصناعي يكون في حدا من وفد الحكومي بالمجال اللي احنا عم نشتكي منه نعم بيصير حوار بيصير آراء بيتخذ فيها بيتشكل لجنة اما هيك مثلا احنا عم نجتمع بينات بعضا احنا كالصناعيين كل يوم عم نشوف فاضنا احنا يعني ان كان بقطاعنا ولا ايا بقطاع تاني كل يوم عم نشوف فاضنا بس احنا اليوم نجتمع بدنا نشوف صاحب قرار يعني استفدنا مباري مثلا استاذ غزوان مباري بدي ارفع كتاب لسيد وزير كهربا يا أخي مرحبا كتاب لا تقل لي كتاب هذا حكي احنقي نقاشات عم يسمع نقاشات عم يسمع جدل عم يسمع طروحات عم يسمع وجد النظر هذا الشي اللي بفتح المجال على الأقل ليكون فيه افق انه يا أخي على الأقل يسألكون سؤال هذا المسؤول الحكومي طيب يا جماعة شو وجد نظركم شو الحل برأيكم شو ممكن نعمل على الأقل بيكون فيه أخي عصف فكري بيكون فيه تبادل مية بالمية اما تموت اللي كتاب نرفع كتاب مئة بالمئة. فلذلك أنا يعني موضوع الكهرباء إذا بدي ضل بهذا السعر أنا عم هلا عم بقلك أكيد المعامل حتسكر لأنه فعلاً اليوم أي معمل عم يخسر بس بقصة الكهرباء على الحلم أنه عدا خسائره بقصات الثانية بموضع الصناعة. شكراً جزيلاً شكرًاً لتفواز وسطح لبي شكراً جزيلاً لك. أهلاً وسهلاً بي شكراً. أهلاً وسهلاً.